تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ الخطط القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة تابع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بتسليم معدات المحطة الوسيطة ثابتة بيوسف الصديق بمحافظة الفيوم والمحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة مشيرا إلى وجود تنصيق ومتابعة يومية من الوزارة مع المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام في عمليات التشغيل